انطلقت مساء أمسنا الاثنين بفضاء سينما هوليوود فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان الدولي للسينما لسينما المرأة بسلا وذلك بحضور ثلة من رموز السينما وشخصيات من عالم الفن والثقافة والإعلامة ويمثل المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق من الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين من شتنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس فرصة لصانعات الأفلام من كل أنحاء العالم لمقاربة القضايا المتعلقة بالسينما وتبادل تجاربهن وخبرتهن ومناقشة قضايا النسائي من خلال الإنتاج السينماية